اشتركوا في القناة في المناسبات لكن ضعيفية اليوم هما رجال قانون واحد منهم سياسي والاخر ما هوش سياسي مش حكيوا في بعض المثال اللي تهم التوينسا في حياتهم اليومية ويتسألوا علاش حاجات ما هيش قاعدة تقدم مسألت الشركات الاهلية مسألت المدينة الصحية اللي ما قدمتش مسألت الزوتروت اللي ما يتموش لأنه بعض المالكين من هنا ومن هنا يمنعوا الدولة من أن يتبني مسألت الصلح الجزائيها لأني بالفعل بش تجيب مليارات للدولة إذا فتني لمسأل الأخرى المرسومة 54 ومسأل أثار هذي في التعددية النقبية وطبعا ما نجمش ما نسلهمش وزوز رجال القانون حاول ما حصل البرح من إيقافات بعد حكم المحكمة العسكرية رحب بهم لاثنين على يساري الأستاذ حاتم قطران واحد من أبرز أساتة كورية العلوم القانونية والمختصة في القانون المدني القانون الخاص سي حاتم مرحبا بيك وعلى يميني الوزير السابق مبروك كورشيد محامي كذلك رئيس حزب الراية الوطنية مرحبا بيك سي مبروك أهل وسهلا وشكر لك مرتين واحدة منها ملاخات رجمعتنا في سيحات المليون أي وانا نمن يا سي مبروك أنه على البلاتو هذي نجيبوا ناس من آفاق مختلفة ولو أنكم مزوز رجال قانون سيحات مجتمع لتقاليد في البرنامج أنه وقت يكون ضايف في الساعة الثانية يجي الأول مرة نعمل عليه بورتري وقت عديت أنت وكن ضايفي أعملنا عليك بورتري شكونوا مبروك كورشيد هون اسمه ولد مبروك كورشيد في سبتمبر 1967 بمدنين وهو محامي متخرج من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة ومتحصل على ماجستير في القانون الخاص سنة 2001 شغل مبروك كورشيد خطة عضو بالهيئة الوطنية للمحامين كما أسس المنظمة العربية للمحامين الشبين كان كورشيد أحد مؤسسي حركة الشعب اللي أصبح عضو لجنة إدارتها في 2012 وكان الناطق الرسمي باسم الحركة قبل استقالته منها وين أسس في 2011 جريد الحساد الناطقة باسم حركة الشعب وكان أيضا رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا التعذيب من الحركة اليوسفية ومحامي رئيس الحكومة الليبي الأسبق البغدادي المحمودي عينا في 27 أوة 2016 في منصب كاتب دولة لدى وزيرة المالية مكلف بأملكة دولة والشؤون العقارية في حكومة يوسف الشهد حتى لـ 12 سبتمبر 2017 تاريخ تعيين وزير لأملكة دولة والشؤون العقارية في نفس الحكومة اللي غادرها في 14 نوفمبر 2018 فإزا مبروك كورشيد بمقعد في مجلس نواب الشعب عن حزب تحية تونس في انتخابات 2019 بل ما يستقيل منه وينظم للكتلة الوطنية في سنة 2020 اللي يبقى فيها إلى تاريخ تجميد البرلمان التونسي من طرف رئيس الجمهورية يوم 25 نجويليا 2021 أعلن مبروك كورشيد يوم السبت 11 ديسمبر 2021 عن تأسيس حزب الراية الوطنية واللي قال عليه في السابق إنها قوة تجميع ستنتهي بشكل تنظيمي يهدف إلى تقليص عدد الأحزاب من خلال تجميحها مشددا على أنها ستكون قوة سياسية تهدف إلى إسقاط منظومة الحكم الحالية وإنتاج منظومة حكم ناجعة من خلال تثمين مكتسبة الدولة الوطنية وأبرزها المصعد الاجتماعي مبروك كورشيد مبروك ما نسينا شي تقريب نحن الحق اليوم بش نكون واضحين نحن ماناش بعادة على الحملة الانتخابية عنا الدور الثاني معناه الهايكا تستنفين في الدورة أنت بعد يبارك ما عندكش قائمات معناه نروا الموعة ما يقلقوناش في استضافتك مبروك كورشيد كنت كتب دولة ومبعد وليتوزير في مسألة أملك الدولة في وزير لأملك الدولة فما بعض المسائل اللي نحن نتعرض عليها معاك ونحن نسمع كذلك رأي حتم قطران في هذه المسألة قبل ما ندخلوا في بعض الأمور السياسية أكثر وطبعا رأيك مهوش محايد مية في المية ولكن رأي مهم لمن مارسة على أرض الواقع سلوحيات الوزير يعرف ما يعني التصرف في أملك الدولة هل أنه تعتبر اليوم أنه مسألة الشركات الأهلية اللي حكي عليها برشا رئيس الجمهورية وهي تقريبا المشروع الجوهري لحملته واللي نزل بكل ثقله على الميدان اللي الدفاع عنها هل تعتبر هاته المسألة أولا من شأن أنه تحرك الاقتصاد في تونس أم ثانيا مثل ما قال نوردين تابوبي منذ شهر أكتوبر وعودها في الأسبوع الأخيرة أنه في الأخر هذه المسألة سمحت لسماسرة التنسيقيات وأنهم ياخذوا أراضي دولية بصفة غير قانونية شكرا بس أولا معناها نحاول نكون محايد لأن المسألة تتعلق بالبلاد مش بشخصية محايد إيجابي في كل موضوع يطرح لي كي يبدأ رئيس الجمهورية يعمل حاجة باها هل نقوله حاجة باها مع النش وهذا يحسبوا لك حتى تثريب ولا حتى مشكلة أن نشيدوا بعمل إيجابي في تونس ولكن للأسف ما نش بقين نشوفوا برشا أعمال باها من رئيس الجمهورية في تجاه البلاد للأسف نقوله كمالين وإنت سألتني على موضوع أنا أعتبره هام تعرف كي تقول لي أعمل مقاربة بين الشركات الأهلية وغيرها من الأخطاء في تونس وقعت برشا أخطاء في كل المراحل تقول لي أنت تعتبر ببرو كورشيد وكي ما تطبوا بيقارروا أنه الشركات الأهلية هي خطأ أنا أقول لك هي نجم نعمل تقريب لها بالتعويض عند حركة النحل كريمو كريمو هي ملف تعويض لجماعة التنسيقيات ووضع يدهم بدون وجه حق على أملاك عمومية وحتى أملاك اشتراكية تعني الأراضي الاشتراكية أستاذنا يعرف الموضوع ما يعني الفرق ما بين الملك العام والاشتراكي أي ملك العروش والعائلات وهي أملاك مخصص المرعة ووضع يد عليها بدون وجه حق بل أكثر من ذلك بتمويلها من طرف المالية العمومية في مخالفة خطيرة جدا لقوانين المالية ولقواعد الجبائية لكن هل أنه التمويل العمومي مهوش ألية مراقبة؟ إذن إذا تقول التعويض عند حركة نهضة تقول الشركات الأهلية عند مشروع رئيس قيسعيد صنواني متوازياني وخطيئتهم من نفس المعدل تطفيق الناس بك وعليش نقول الكلام هذا لأنه أولا ماذا يعني أن مجموعة من التونسيين دون غيرهم يختصون بأراضي ملك دولة خاص وليس لغيرهم الحق أنا من نفسهم عليه مبدأ المساواة بين المواطنين أنت من جندوبة ما عندكش حق أنك تكون ضمن شركة أهلية في قرص بالنص القانون وراء يعني مبدأ المواطنة كنا عاملوا شركات أحية على ملك الدولة الخاص واحد من المدينين يخدمها لفائط المجموعة ومفائطته الخاص في جندوبة ولا في باجري أنهم متساوين في الحقوق والواجبات يجي رئيس الجمهورية يخل بأهم مبادئ المواطنة في هذا ثانيا النص القانون يقول أنه تضع يدك على الأراضي الاشتراكية ويمكن استغلال الأراضي الاشتراكية لأننا عرفه لأن يولد مناطق أراضي اشتراكية برشناس ربما المنصر الأراضي الاشتراكية هي ملك تاريقي للعائلات والعروشة بأي حق تجي مجموعة محدة تضع يدها وتصرف على تسعمائة كتار من غابة البندق اللي وكينا في نابل واللي هي ملك أهالي عددهم بالألاف نجي نعمل خمسة ولا عشرة من الناس يستغلوا والريع متاحة يستغلوه ما هوش مقبول ثم ما هو الفرق ما بين رجال الأعمال لوصفهم السيد الرئيس الجمهورية بالفاسدين ويحاكم فيهم الآن لأنهم قاموا بنقل الفصات في غافس وما بين أنه مجموعة متاع عشر ولا خمسة لشن واحد يعملوا شركة أهلية ويدعمون ويجي من امتيازات الشبائية والتمويل من الدولة وينقلوا الفصات هم عوضا عن رجال الأعمال ولا أشخاص واحد عامل كاميونة واحد عامل ثين هذا مشروع متاع فساد إذن هذا محاولة إعطاء حضوة لأهالي التنسيقيات ومجموعات حتى يضعوا أيدهم على العقارات الثامنة وعلى القطاعات المهمة لتجيب الفلوس هو النوع من خيرات في مشروع فرد اللي هو مشروع رئيس الجمهورية بآلية أعملها بمرسوم خاص ولو أنه قال لي خرب شعمل لفوكاديو ديابل في جزء كبير من مشاريع متاع الأراضي هذه في الوطن القبلي يقول لك الأراضي هذه تلك الأراضي لم تكن مستغلة نظرا لتعدد الورثة وللإشكاليات هو النص هذي نختم بها لأهو النص الجديد اللي تعمل لعام 2016 في الأراضي الاشتراكية أوكى للولاية الآن للمحكمة العقرية والحاجة التي تحطي عليها المحكمة العقرية تفضل نزاعات فيها لأنها مطالبة بفضل خصومة في الأصل حاتم قتران ثم بعض نجيو لمجموعة من المقترحات اللي أعطيتها في المغرب لكن خلينا نمشيو في التيماتيك مبروك رشيد مشيل البعيد قارن مبدأ الشركات الأهلية بنوع من الاستنزاف للمالية العموية في قيمة مسألة التعويضات منتع النهضة في وقتها نجمع قول لنا عليش أحنا مسكرين قول على سبيل دعا بل كلكم كبار في العمر ولكلكم عندكم تفكير كلاسيكي الرئيس جاء بشكل جديد من التنمية الاقتصادية الأملاك لأصحاب الجهيد المثال اللي عملوا في ابن خيار أبريتو وليد ابن خيار النواية تبدو طيبة جدا شوف أنا نشاط الرأي لأستاذ كرشيد حقيقة لأنه هو قام التفريق أساسي بين هذا الملك العقاري بينما هو اشتراكي ويرجع لمجموعة وهنا حقيقة لا يمكن ولو أنه قد نقول هي غير مستغلة من الناحية الاقتصادية بالقدر الكافي كل هذا يمكن أن نجد له من الناحية القانونية والمحكم العقارية تفضف اللي زعاته ونعرف هذا كله وبين الملك الخاص للدولة ساعة هذا فرق أنا أراضي الاشتراكية لا يمكن شوف لو كان لنا بالأمان وناقش في هذه المسائل لا تجنبنا كثير كنت كتبت حول هذا منذ صدر ثلاثة مراسين في نفس اليوم منهم هذا المرسوم الخاص بالشركات وبينت القدر الكبير من المس بقواعد قانونية أصلية أساسية أن تعطي الدولة ما هو في ملكها الخاص وكيف تفتحه أمام كل تونسيين للاستثمار قد يأتي أشخاص من تلك الجهة حب ذا حتى نثبت الشباب في جهته ولكن يجب أن تكون مفتوحة للجميع هذا من الناحية القانونية رأوا مثل مبدأ أساسي ثم عملية استثمارية نحن أحيانا نقول حتى الأجنبي يريد أن نفتحه أراضي على ملك الدولة ويأتي ليستثمرة وليشغلها ولينتجها فبما لا عن طريق ما يمكن أن تسمى الشركات وهذه محبة على أن نتجاوز هذه الصعوبات القانونية التي أثرها المرسوم الذي لم يناقش وأخذ بتاريخة انفرادية وكان من اللازم أن يكون هناك جدل فكرك تقليدي لا مش فكرك تقليدي هذه مبادئة أساسية معمول بها في كل النظوم القانونية هي رئيس في قطيعة مع منظومة قانونية معينة لم تعطي بأكلها على المستوى الاستثمار حق الملكية وحتى دستور 25 جويلة أعاد تثبيت حق الملكية لا يمكن مساس منه ما نحكيوش على أراضي الاشتراكي نحكيو على أراضي الدولي حتى الأراضي ما هو على ملك الدولة هو ملك المجموعة الوطنية بالتاني لابد أن تكون هناك معايير قانونية أنا معي شركات قد تكون عن طريق شركات أهلية قد تكون عن طريق ولك أن تكون مفتوحة للجميع وتكون على أساس استثمارات مفتوحة حتى نحيي هذه الأراضي ونعطي أكثر إمكانيات لترجع بالمنفع على الاقتصاد الوطنية مبروك كورشيد أقعد معي عنا سبوت صغير نقعد مع بعضها باش نعاود ونتعمق أكثر في مسأل شركات الأهلية وكلام مبروك كورشيد كان كبير قال هذي فضيحة أقعدوا معنا عنا أجندة تحب تسوق المنتج رجعنا في عنا أجندة والحديث ممتع مع ضيفي حاتم قطران ومبروك كورشيد ما زلنا في مسألة الشركات الأهلية واللي هي من المشاريع الجوهرية لرئيس الجمهورية كلمك بليك كان كلم كبير مبروك كورشيد قلت وأنه توزيع هذه الأراضي الأهلية والتكوين الشركات الأهلية بالتدقيق تقريبا من نفس قيمة على المستوى المالي من عشك أن تقصد زيدها على المستوى المالي أو على المستوى المعنوي في مسألة تعويضات بنسبة لحركة هذا اللي بتزت نوع المياه واستنسفت الأملاك الوطنية حبيت تعمق في نقطة كان جبدها حاتم قطران قال قانونيا إشكاليات كبيرة جدا حول مسألة الملكية الخاصة أنا دفعت قلت تقريبا أنتم في فكرة تقليدي ضد القطيعة اللي حبي يعملها ريزيوموريا وللي الهدف منها أن تلك الأراضي أو أنتوكا انتلق من فكرة أن تلك الأراضي ما هيش قاعدة تجيب ما هيش قاعدة تخدم ما هيش قاعدة تخلق في مواطن شغل شوف أولا نحب نوضحنا مسألة قانونية وتحضى إشراف دكتورنا سحاتم الأراضي المرسوم اللي جاء ما يسمحش قانونا بتسويق أو إعطاء أراضي الدولة ملك الدولة الخاص في إطار الشركات الأهلية النص اكتفى بالأراضي الاشتراكية النص بتاع المرسوم اللهم إذا كان يبدل المرسوم توا وأنا نعرف وعندي معلومات أن هذا الموضوع وزارة أملك الدولة رفضته الإدارة رفضت أنها تعطي ملك الدولة الخاص في إطار الشركات الأهلية ربي خلينا نسمع رئيس الجمهورية قطر عنا الكستري حاضر مقبليك وتفعل معا مبروك رشيد وحاتم قطر نسمعه رئيس قيس سعيد حضير الموضوع أعتبر أن هذه النصوص القانونية تجسد ما كنت تعهدت به منذ عشر سنوات حتى تعود الأموال التونسية المنهوبة إلى الشعب التونسي وإلى الدولة التونسية كما جاء ذلك في المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ثم المرسوم المتعلق بشركات الأهلية لأن الشباب العاطل عن العمل هو الثروة عندما تمكنه من الأدوات القانونية يمكن أن يحقق الكثير من أحلامه ثم إلى جانب هذين النصين تم ختم النص المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة مبارك رشي نتفعله مع اللي يتقار نكمل لك الفكرة اللي يبدأت فيها كسبحة أنه بالقانون بالمرسوم اللي عمله السيد الرئيس الجمهورية المتعلق بالشركات الأهلية لم يسمح القانون بتسويق الأراضي الخاصة أو وضحها تحت يد الشركات الأهلية وبالتالي القانون متعلق بالملكية الأرض الخاصة للدولة بقيت نفس القوانين القديمة والتي لا تسمح بملكية الشركات الأهلية أو للبيع في المستوى العقارات الفلاحية ولا بالتسويق لها الممكن التسويق لها في إطار شركات إحياء أو في إطار أراضي مشتة تبقى لقانون 95 المتعلق بالعقارات الفلاحية بالتالي ما أسمعه اليوم من سيد الرئيس الجمهورية أنه يريد تمكين الشباب في إطار شركات أهلية من ملك الدولة الخاصة مخالف للمرسوم ويعرض كل من يقوم به إلى جريمة الفساد على معنى الفصل 6 يعني مالا كيفاش تبنيت شركة الأهلية؟ هل يفيد من خيار والإحضار فيها الرئيس؟ من الخيار هي مش أرض دولية هي أرض اشتراكية مصنف اشتراكية معنى ماليش معنى قبله ماليها؟ ماليها لا هو صايرة خلاف فيها خليني من الديتايل توا من الخيار صايرة فيها خلاف كبير وماش مش مش نشحوا يعمل شركة أليفة بين الخيار ونعطيك من توا وهذه أفكار الكلة يمشوا للجنوب يعمل شركة أليت توا شوفوا على الأراضي الاشتراكية توا شوف شنو يسير هل تهديد؟ لا مش تهديد لا ولا لا أما الحقيقة نعرف قيمة الأراضي الاشتراكية أراضي الاشتراكية هي أراضي مرعى الأراضي المحيات ليست اشتراكية بالقانون بنص القانون إذا تحيي الأرض تخرج من دائرة الاشتراكية الى الأرض الخاصة ومجلس التصرف يسندها إلى من أحييها الأراضي الاشتراكية هي أراضي العائلات والعروش للمرعات باش ناس اللي يفهموها معنى؟ الجماعات قبيلة معينة عرش معينة اولاد تليل اولاد عسكر الماجر عندهم ارض اشتراكية وعندهم مجلس تصرف ارض اشتراكية وارغمها توازين مش عارف انسي دي سويت بنخيار مجلس تصرف بنخيار هو الذي يتصرف في هذه الارض باي حق انت الان تجي تقول لا مجلس تصرف بنخيار ما عايش نتصرف ونجيبه عشرين شخص في شركة الية يتصرفون في تسعمائة كتار انا معها والله شوف لا ننسى ان هذه الاراضي كانت على ملك الاجانب ملك الفرنسيين والطليان وغيره وانتزعت على اثر النظالات اخذتها هذه القبائل وهذه بالتالي لا يمكن التصرف فيها لها معنى قانوني ولها معنى كذلك رمزي كبير جدا فلابد من احاطة كل هذه المسائل لذلك في الواقع وانا قوطك كنت ذكرت وانا الحكم بالاوامر والمراسين دون ظمنات لما يتترق وتشكل لجنة وانا تترق الى كل جوانب المحيطة بالافكار قد يكون بيلا نريد ان نعطي للشباب فرص للاستثمار في موطنهم في بلادهم في جهتهم الى اخيري ولكن مو يا سيحات محنا نعرفه في تونس الممارسة السياسية يا سيحات قانون اساسي السيحات في الرأي العام وسي مبروكين جزء من المنظومة اللي هي معقلك يتعمل لجنة معنى بيش تردمها بيش تدفنها العاملي مو الضمانات يعني التعتيل مش تعتيلها تقلج مراسيم من دون ان يدرسها احد او ان على الاقل يعني نطلب من اهل هناك اشخاص مختصون في تونس راو في الملك العقالي ويوكر انه نجد حلولا تقوم بالموازنة بين امرين يبدو انه متعارض اللي هم شنون ولكن نجد التوفيق بين هذا شنو مال بسياق قانونية شو اللي متعارض قبل كل شيء راو ماش بمرسوم راو انتي تعفض الصورة وكل ما يمص الحق الملكية او يمص من الحريات كما على صلح الجزائي او راو راو قوانين اساسية لابد تتدخل في هذا المجال ويتأخذ قدر كبير من التمحيص حتى تخرج واحقق الفائدة منها احنا في حال استثناء حالة الاستثناء لم تعد استثنائية انا كنتم كتبتم مقال نحن وصلنا في حالة الاستثناء نحكم البلاد بمرسوم والحال انه يجب قبل ان تصدر ان تكون موضع استشارة واسعة النطاق حتى نحقق الهدف والهدف منشود الهدف يعني نبيل من قبل رئيس الجمهورية ولكن الطرق التي توصل الى هذا الهدف طرق في رأي غير قانونية وغير دستورية يقولولك سيحاتم تي ضد السرعة وضد الانجاز انتي مع اللي جيد اللي تبتع بتنا في كل شي جينا كان في هذا يعني ونخرق القوانين لا مش ممكن والمبادل الاساسية التي يقوم عليها نظام تونسي منذ الاستقلال او حق الملكية هو حق موجود في دستور تسعة وخمسي في دستور تين وعشرين هو فما نقطة اثارها وهي نقطة قانونية يعني خلافية وجدالية اثارها مبرو كورشيد هو انه اما نعتبر انه ارث تونس ملك للتوينس الكل ووقتها نحلو البيبالنس كل وانه نعتبره وانه كل جهة او كل منطقة عندها نوع من الاستقلالية تخلي اولوية لاصحاب تلك المنطقة انه يستغلوا اراضيها وخيراتها التباية موجود المبدأ ذا يا مبرو كورشيد مش كان فما نقابة في منطقتك رفضت مرة كونكور ناسيونال في نقاط التعليم الابتدائي قال شنو كيفاش يجيوا جماعة من بيجا او منسوسة يقريه وفي مدنين ولا في تتوين وانا كنت ضدها الفكرة هذه وخالف القانون انا رأي منطقتي تونس الكل اي حمد باهي داكور مثالش على سبيل استفزاز باهي لا مثالش استفزازك مقبول هذا استفزاز حميد باش نفكروا اللي احنا توانسة وانه ما يجمعناه هي الموطة وهذا مهم جدا خلنا نجو من الموضوع من الاخر نجو من الطريق الثاني هو شو الغاية اذا كانت الغاية هو تثبيت الشباب على الارض قليات تثبيت الشباب على الارض لا تستحق الى شركات اهلية وهنا نعطيك امثلا احنا قانون خمسة نسعين انا كنت مريت من اليزارة قلت منظومة قديمة انا قلت لك المنظومة القديمة اش عملته جيت قلت هذي مش معقول احنا بقين نعتوا في الاراضي المشتة لفائدة اميين ويعملوها مرعة ويستغلوها استغلال سيء الان عندنا اولادهم هما اذكروا في الخمسينات والستينات والسبعينات اميين اولادهم اصحاب شهيد عليا معطين عن عمل ايجا نعطوا عشرة اكتارات لكل واحد من الشباب المعطين عن عمل من اصحاب الشهيد العليا مثلا هذا في القروين وفي الكيف بديت فيهم وفي جبلية ثلاث مناطق وقلت نعطوهم عشرة اكتارات ونوفرون لهم ليني دوكريدي تمويل من ايطاليا ولا من كوريا الشمالية الجنوبية ولا من الصين ولا من غيرها مستعدين دول هذه انت عطين تمويلات لان فيها قيمة كبيرة في تثبيت الانسان على الارض وابدينا في المشروع هذا في القيرا وين وخرجت نص الأمر الذي يسمح للشباب اصحاب الشهيد العليا المعطين عن عمل بانهم ياخذوا مقاسم كل واحد تسويق يكون بالدينار الرمزي لمدة 15 عام يشتغل عليه مقابل تخليها المطالبة بالوظيفة العمومية سيليجيتيم وميمسش من ملكية الدولة وكل واحد حسبوه على استغلاله اذا كان الارض هذيك مخدمهاش تسترجحها الدولة وهكا نثبته الانسان وهكا نعطوه امكانية ويبقى بحدها عائل النص هذا موجود احنا بدينا فيه وقتها ما كاملوش ما كاملش النص هذي انا خرجته خرجته كوزير املك دولة وقتها في عاد حكومة يوسف الشهيد في طال المنظومة القديمة انا اعطيك امثلك خرجت انا مرة مشيت الجربة انا قدرت صغيرة معناها باختيصار مشيت الجربة في فونتق جاني ولدي سيرفر بحبوح حبني وقال لي قال لي تعرف انا تقهرت عليك عليش تقهرت قال لي انا كنت معاما ناخذ ترواز كاتر اكتار في الفوار وفي رجيم معتوق من الاراضي اللي كنت ناوي بشتاعته لان انا كان عندي وهو روى من اصحاب الشهيد معطين على العمل كان عندي ترواز اكتار تغنيني انا وعيدة الكل على العمل في الوظيفة العومية ولا العمل في الوتلة هذاك يشعر بي اما توجه الارضي اشتراكي ايش صار عادتي بعدها مشيت قادت شوية حكمة يوسف الشهيد في 2018 ما نحن نشوف اللي بعد اما موقعش توزيع قادت المحاولة في حكومة الفخفاخ وما نرجع ديما كذلك لكن القنستات كذلك وانه النصوص القانونية وان كانت كيف كيف هنا وراءها مشروع وانية في الاخر المنعموش بيلان على ما يحصل فيه ما فيك حاجة اخرى مهمة جدا نختم بها شو سيدي احنا شنو مطلوب هو تثبيت الانسان على الارض وابقاؤوا بحذى عائلته وانه ينتش اذا كان المطلوب هذا عندنا اكثر من طريق حتى مش كنذا هو توا احنا شنو عندنا عراضي كثيرة موجودة شدينها البندية برب الدولة التونسية اش تعمل بحاجة اقل من 30 اربعين كتار 50 اكتار ولا 100 اكتار واحد عنده 10 و 15 اكتار الدولة موجودة البندية يصرحوا فيها ويسيبوا حفاها للغنية المتاحة كي نعطوها للشباب في اتار وحتى نعملولها نسمحوا ببيحة الاراضي المشتة اللي الدولة مش قادرة اولا مداخل الدولة ثم احياء الارض خاصة في ظل وضعية فلاحية متعزمة في العالم بالتاني عندنا افكار نجو الآن نعطوها الاراضي اشتراكية والاراضي الدولة نعطوها للشركات الاهلية نعتقد هذا اجحاف في حقوق التونسية خلينا نسمعه رئيس الجمهورية في مسألة اخرى وليت عندها رمزية في تونس ونس كل قادة تحكي عليها ونسمعه هناك الكثير من التلاعب وقع في عدد من المؤسسات كالدراسات التي استمرت لخمس سنوات بمدينة القيروان دراسات لو دخل طالب لكلية الطب وانذى خمس سنوات لتحصل على الدكتورة ولكن للأسف الدراسات متواصلة ولكن انتهت الدراسات وسيبدأ انجاز المشروع كما ان شاء الله في مارس القادم بعد الدراسات التي يعني منذ سنة 2017 والدراسات متواصلة الى 2022 هناك من قضى وهناك من ولد والدراسات لم تكتمل انتهى هذا العبث يعني باسم الدراسات وباسم اهدار الاموال مدينة الصحية بي حتم قطر رئيس الجمهورية منذ بضعة تسابيع تحط على المدينة الصحية بتاع القيروان اللي هي وليت اليوم تقريبا من المسائل اللي كل ستلاثة اربعة جماعات نعاودوا نحكيوا عليها الرئيس تقلق من انه لزيتود فيزابلية المدينة هذية اطوالوا في اطار ضمانات اللي انتي تحكي عليهم الاخبار في الكاوليس تقول اليوم وانه فما اشكالياتين اولا اشكال بتاع ملك خاص غديكة وانتزاع وكل نفس الاشكال المطروح اليوم على خرج تونس في الوتوروت لتوانس الكل اللي ماشي البنعروس والمروج وحمامات والجنوب الكل يتعدمن واشكال ثاني اثار شيء من الاستغرام هو انه المدينة الصحية بتاع القيروين ما هيش موجودة في تمويلات الميزانية بتاع 2023 قانون المالية ويبدو انه صار خيار وانه المدينة هذية الكل يتم تمويلها بتمويلات خارجية ساعة انتي لحظت اللي سيد عايز جمهورية تحظ قال من 2017 يتواصل الامر في ظل حكمه منذ روح 25 جويلة يحكم وحده البلاد وحكومته عينها من رئيس الحكومة الى باقي الوزراء فبالتالي يتحمل جزء كبير من هذا التعطيل في انجاز مشاريع اضحى شباب وسكان وليد قيروان كلهم والتونسيين جميعا يعني ينظرون رمز من رموز الفشل في ادارة في تونس مش معقول هذا صور بناء صور وباب ولا نجده شيء تقول لي فهم مشاكل عقرية نحلها المشاكل العقرية لعنى مؤسسات وعنى قوانين لانتزاع المصحة العامة ويمكن نسير في ذلك بطريقة توفقية ونلزم الامر هناك محاكم هاي مش قاعد تقدم لانا هناك فشل في ادارة هناك فشل في ادارة المشاريع الكبرى وكنت تقول انت ميزانية استشارة واسعة الناس كل تقول في هذا مش انا نقول فيه لم تكون هناك ولم تحدد هذه الاولويات الدولة لم تعطي المثال في ان تضع على الاقل ما هو لانه ليس كل التمويز انت رجل قانون اللي تقبل في ديكابينين تاع محامل وزوز عليش هالاخبار اللي جينا وانه الدولة في مسألة الانتزاع في مسألة القروة في مسألة الوتوروت ولا يصير تعطيلي ما كانش يصير قبل شو الاشكال للقانوني ولا الاشكال المادي في هذه المسألة اللي تنسى الكل قاعدين يروا فيها اي قاعدين يروا فيها هناك اشكاليات لكن الدولة لما تكون ناجزة تقوم بتجاوز هذه الاشكاليات والصعوبات هناك القوانين لا نحتاج لقوانين جديدة هناك القانون الخاص بالانتزاع للمصح العام يجب تفعيله وان كان هناك شيء من الضغط او من المقاومة فوجب كذلك ربما التصدي لهذه العمل قد يكون هناك تخريب قد يكون هناك تعطيل من قبل بعض الجيات لأسباب سياسية نعرفوها من يعطل حيانا في انجاز مشاريع لأغراض سياسية واجبوا قاومته الدولة القوية تقاوم بطرق شرعية قانونية حتى بطرق سياسية ان تكشف للجمهور نسمعوا بالناس اللي تعطل ما نعرفوش كلهم لابد من ان يخرج رئيس الجمهورية وان يعطينا حتى لو كان هناك تعطيل او رئيس الحكومة او وزير الصحة في هذا المجال ان يبين للجمهور لأن المسر اصبحت قضية رأي عام مبروك رشيد شوف سياسية اولا رئيس الجمهورية مخلط ما بين حاجتين ما بين ما تسمى بالهيبة السعودية لمستشفى الاغالبة اللي هو عام 2017 وقت السلبجي في الحكم ومشارس سلبجي لمملكة العربية السعودية اعطاونا ثلاث حاجات مستشفى الاغالبة جامع عقب ابن نافع وفسقية الاغالبة الثلاثة اوظمها تعاهدت المملكة العربية السعودية واموالها مرصودة والاشغال فيها لم تتقدم باسباب تقنية تتعلق مثلا في المستشفى بوزارة الصحة ما تتعلقش لا بوزارة املك الدولة ولا بوزارة المالية لأنه كيفاش بشي يعملوا اقسام كيفاش تقع الاصلاحات وهذهك الوضعية عطلت لأنه موجود وغادي ما عندهم شوين يعاوضوا باش يمشوا يعملوا الاصلاحات اما الهبة موجودة بربي مثال شنو دخل معاك في تفاصيل انتي مكشو وزير الصحة لكن تقنية شو معناه معناها ملقوش تدلوكو باش ياخذوهم وخرجوا المعدات الموجودة توق مستشفى الاغالبة تلقوش دلوكو في القروة في القروة ملقوش أرض هو رئيس قال ماش أرض ياخي أرض باش يبنوها باش يلقوا مكان جاهز ينقلوا للمعدات ويخدموا فيه لأنه باش يعملوا لسيرفيز يخدموهم يعني مثلا تعويض متاع لسيرفيز اللي باش يدخلو يصلحوهم وصير فيه مشاكل أنا سألت وزيرتي الصحة وقت مدام ساميرا مرعي واجابتني وعملت كل جهدة ونسي كل لأنه مع مستشفى العغالبة عليه ضغط كبير ياسر الموضوع حذية هو موضوع واحد خليك تواصلي موضوع الثاني موضوع المدينة الطبية هو موضوع جاء بيها رئيس الجمهورية كي جاء وكي زار القروان قال أنا باش نعمل مدينة الطبية في القروان تعالج القروان وعليش لي وعليش لي تحبيها لعمة قف عيون أنا مضى بيا في كل بقعة عنا مدينة صحية كاملة بالعكس قلت لك حاجة إيجابية للرئيس من ثمنه وقال رئيس الأموال موجودة وأنا نقول له أراضي الدولة موجودة أو نعرف أن القروان بشكل جيد لكلها أراضي دولة القروان ويمكن أنه مش نعملولها إجراء في التخصيص يعني نعملولها حتى تخصيص وقتي لو كانت فم فلوس مشكلة هي مشكلة التمويق والمدينة الصحية ليست مشروع الأغالبة الرئيس الجمهورية حق فكرتين وقال بشي عملوا أدغموا أدغموا وربطوا بمشروع الأغالبة لا يا سيد الرئيس الجمهورية مشروع مستشفى الأغالبة أمواله مرصودة إذا كانها ما زلتك لأنه من 2017 لتوى الدنارة التونسية تح برشة والمعدة غلات الأموال هذه مرصودة من طلب المملكة العربية السعودية مشروعك أنت في المدينة التي تريد أن تنشأها كارفور ما بين ولايات سيدي بوزيد والقروان نتمنى أنك تحققها نتمنى أنك تتعمل وحتى سوسر لأنه كل المناطق هذه البطن الباطن هو سموه في الجغرافية التونسية الباطن التونسي يعني البطن متاع تونس هذه مهم أن يكون فيها مرافق استشفائية كبرى أما ما نعملوش الكونفزيون مشاء الله ما تكونش متعمدة من السيد الرئيس الجمهورية ولكن الكونفزيون هذه من زمج تكون لكن بالنسبة رأيه العام مشروع هذه يوقف أنا ومنهم الزوز يا سيدي الزوز زي الزوز هذه المعضلة هذه المعضلة لأنه كل واحد يجي يتحدثنا وما ينجزش ويروح وما ينجزش وتبقى الخيبات متتالية في الدولة بما فيهم مش نكونوا واضحين ونعطيوا الصورة كب حتى سيل بيجي معناها مات لا يا رحموا مشيت حكومته وقعدت حكومة يوسف شهد وما تقدمنيش في الموضوع في فسقية الأغالب أنا كنت راضي على حكومة يوسف شهد ما كنت عرف التمورة تحب ترجعني للتاني أنا بدي عندي نقضي لحكومة يوسف شهد وانا نعتبر اللي الحكم غلطوا فيه وغلطنا فيه وش بيه يا خدوان سيلزيم نقول لنا الحقيقة رأي ما كناش في حكومة أنا من أكبر الأخطاء اللي وقعت في حكومة يوسف شهد أنا كانت قلوب الناس شتى كنوا نبقوا على مجلس ميزيلي مشترك وانا نخمم في شكون حطني والنهضة تخمم في مجمعة النهضة اللي معنا كانوا يخموا في رضا الغنوشي وشكونهم الغنوشي نفذوه واللي في آفاق تونس يخموا في ياسين إبراهيم لأن حكومة الاتلافات هذه كانت حكومات ضعيفة ورئيس الحكومة أضعف منهم جميعا ليش لأنه يلزم يعمل التناسق ومهناش برنامج محدد عملوا برنامج في حكومة الوحدة الوطنية واحد أنا تقلت مستقلة أنا في حكومة الوحدة الوطنية البرنامج لم ينفذ وتركها جانبا وبقادة المحاصصات السياسية ويجب أن نعمل نقدنا الموضوع هذا وهذا حقيقة كانت مرة أنه سنوات طويلة عشر سنوات والاحدشين سنة كانت فما عزوف عن العمل التوانسي كل ما يخدموش والحكومات لا تعمل والبيروقراطية الإدارية كانت قاضية عليهم بالتالي رأوا ما كناش نتحدث على جنة خرجنا منها رأوا قيس سعيد جاء نتيجة أمراض الماضي ولكن عوض أن قيس سعيد يحل أمراض الماضي قيس سعيد أضاف إلى الماضي مرضا جديد اسمه الشعبوي والفردية نقطة مهمة أثارها رئيس الجمهوري يقبليك في الأكستريم تعوك أحكينا على المدينة الصحية وهي اليوم صارت كذلك من النقاط أو من المشاريع اللي تقريبا تحدثوا عنها الرئيس بصفة مسترسلة وهي مسألة الصلح الجزائي أخيرا تم إيقالة المقر للجنة الصلح الجزائي هذية أنت حاتم قطران عملت مقال جلب لانتباه 14 نقطة في جريه المغرب نرجع ونحكي وعليه من بعد من الأرقام من النقاط اللي جبت عليها تعزيز أركان دولة القانون هل تعتبر أنه لجنة الصلح الجزائي اللي عملها رئيس الجمهورية أولا لجنة مكتمنة على المستوى القانوني ثانيا هل أنه ممكن تجيب كل مدخيل اللي يحكى عليها الرئيس قيسعيد أكثر من مرة واللي جاوزت عشرات ألف المليارات يعني نحن كنا نقراه في الإتقال على هذه المدخيل والتي ترجع إلى تقرير المرحوم الأستاذ العميدة عبد فتاحها عمر رديس نحت في قريبا في قليلة العلم القانونية بالضبع بذكره يوميس ستة وعشرين وسبعة وعشرين جعب وفهمة ملتقى مهم في قليلة العلم القانونية ونحكي عليها بطبع هذه القائمة تغيرت ومشتروا بشعاد ونفتحوا من دخل ومن مات من حيث المدخل القانوني أنا قرأت هذا المرسوم الخاص بأحد المراسيم الثلاث خاص بالصلح الجزائي الذي مع الأسف يحتوي كذلك على خروقات لمبادئ أصليا أنت تصور يقول مثلا جاء من بيني الفصول يقول وفاة المتهم خطب أنا اسمت لا يمنع الدولة من مواصلة القيام ضد الورثة نعم تحدث عن صلح الجزائي رو على جريمة جزائية واحد المبادئ الأساسية في القانون الجزائي في مجال تجريات الجزائية الباصل هو وفاة تنقضي الدعوة العمومية ب وفاة المتهم مثلا 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 مبادئ أساسية لا يمكن أن تخلى عنها هذه هي تفاصيل لكن تفاصيل مواصلة أما حبي نفسر الأعباد معناها حتى اللي مات الورثة متاعه يتحملوا ينجبوا تحملوا مسؤولية مدنية لو شخص يقوم بأفعال حين يقبلوا تلك فهم يتحملون طبع كل أخطاء التي قام بها من ناحية مدنية فقط خلينا البعض وانت محامل أعمال أنا رأني عندي شيء من الريبة حول ماذا وقال في 6 شهر سندخل كريمون ريبة 13500 مليار وخمسمائة هم ما قالش في 6 شهر أما قال في الهدف المتاعنا نحب ونسلول والله انتمناو هم موجودين 13500 مليار هذوما ما نعم بالفعل يقول هوك يجمع هذا ما وجده في تقرير يقول نصر 16500 مليار رأوا فيها برشا قروض ذات العمل من بلوك والقروض رأوا مش معناها اختلاس للأموال العامة رأوا غذاء قرض عليه من باك الخاص مش مش نمشي للدولة هل ما تراج في لجنة سلح الجزائية الحل الأخير أمام مسألة التهرب الضريبي هذيك عليش الرئيس وقت شبد اللجنة هذه يلقى نوع من المساندة الشعبية يقول فما تهرب ضريبي كبير في تونس اللي أخل بالمالية العمومية التذر التهرب يهم أكثر ثم علينا نضع الإمكانية البشرية ناقصها في وزارة المالية والمادية لنقوم حقيقة بملاحقة المتهربين جبائيا لكن نحل في إطار هذه اللجنة بتاع صلح الجزائي ونبحث من أين لك هذا وبرى النقل العملي هذه لا تشجع لا على الاستثمار أنا أشك كثيرا في أن سترتب هذه المحاصيل التي يتحدث عنها للجمهورية ولكن في المقابلة سنواصل في خلق قدر من الفزع لدى المستثمرين وإذا كانت دولة تريد أن تتقدم اقتصاديا عليها أن ترجع ثقة لدى المستثمرين بدلا من خلق هذا الفزع فيهم مبروك رشيد لجنة صلح الجزائي متجمش تكون هي الأداة الفاعلة للدولة القوية التي لا تخاف المتحركين أنا رأي شخصي ورأي الحزب هذا موضوع هاتوا نحكي على حزب الرأي الوطني غلق صفحة الماضي طوية مش ممكن أن تونس تبقى عايشة على الماضي وخصامات الماضي البعيد والقريب يعني 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 أحنا الصلح من حيث المبدأ أحنا معاه ولا بد من وجود هذي نهاية هالمرحلة ومالورزمون العدال الانتقالية التي تعملت ما تعرفوا موقف منها وكيف أنها عكرت الوضع ولم تحسنها توا المشكلة في النص دي ما سيدة رئيس الجمهورية عندنا مشكلة في النصوص كأنها مش مجلسناش على طاولة الحقوق مع بعضنا معناها مشكلة كبيرة هذي كيفاش هاي سيدين أنا عندي نص صلح جزائي فيه ثلاث أربع نقاط نعتبروا عدموه معنا كان يتعدى على القانون على المجلس دستوري ما يتعدىش ما يتعدىش حال حتى حد معنا لا برلمان كانوا موجود ولا محكم دستورية كانوا موجود ولا غيروا شنو أولا أولا أن مبدأ الصلح يحب يصالح يجي أما ما تنجي مش تفرض على الإنسان يصالح معك أنت الدولة أنت لجمة الصلح الآن خولها بمقتدر القانون يناديوا فلان أو إعلان يقولوا لأ أنت عندك شبهة فساد وشبهة استيلاء ويجي نصالحه معك ونصالح معك على القواعد التالي نوفردوها أحنا هذي هذي ماش موجوده في القوانين كل الصلح يسعى إليه طالب وهو مش يسعى إليه المصالح مش الشعب رويس ما هو لجنة الصلح بسم الشعب التونسي ولا وتحت إشراف رئيس الجمهورية يعني من يريد أن يصالح الشعب التونسي على الأموال المنوبة يجب أن يأتي ويصالح واحد اثنين أنه لجنة الصلح هذه لا تعترفوا بالأحكام القضائية البات يعني شاهد فلان فلاني زيد الزيادي صدر له حكم ابتداي وسكينافي وتعقيب بات ويقولوله أنت لم ترتكب جريمة وأموالك شرعية الجيد قلوا لا ما حكم به القضاء التونسي على مراحله كلها ليست مقيدة للجنة وإحنا بنعود نبرب شو لك في الملف وإذا كان ما تصلحش معنا كما رأوا أحنا نعود نحيي لك القضية في القضاء الجديد يعني مثل أبسط القواعد التي والمسألة الثالثة تفضل بها أستاذي الكريم سي حاتم وهي أنه الميت لا يموت الميت لا يموت إذن هذا شي أدي أنا نحكي على السياسة والقانون وهو يمشي على سقية مش نصص بقض يزم كما يقول ماركس معناها حضوا كيفاش نطبقوه إيش معناها معناها الناس باش تخضع فما واحد باش ندوه واحد داء مثلا اللي محبش يجي يعمل صلح الناجم اللجنة تستدعيه وتناجم متستدعيش باش ما تستدعيش اللجنة شنو يصير الناجم يكون عنده اتصالات باللجنة باش ما ندوه وما يطولوش ويغفلوه إذن المسألة سي مبروك تفهم أنه الموقف وموقف حزب الرأي الوطنية هل ينتفعل معاك الناجم يتفهم كسك على بيض للمهربين كأنه من تهرب جبائيا نبوسخوك الكلمة اللي حبوها توينسا وبربر كميسيلش أبريتو إيطاليا في وقت من الأوقات سمحني أكمل الفكرة فقط أمامة تهرب ضريبي في عام اللعوام حطوا إلىيات كاملة ودي بريغاد مشوا وشدوا ناس في فسكي لأنه هذكا سيني أكستريير دوريشيس وصارت معناها بالفعل ورات الدولة القوية أنه تحب تجيب أنه تضرب المتهربين جيبائيا اعلمي إحد خانون على الملكية نحن نجيب نحكي الصورة الحاصلة بعد كلام مبروك رشيد لا اكلمي وحياتك لا تتعلم على حياتك لا تتعلم على حياتك ما سينا اولا احنا كنا مع الصلح ولكن الصلح النجس ونتحدث الان على الاموال المهرب الملكي في الخارج والدخل هذا الموضوع نتحدث عليه والتهرب الظريب انا كلم الرئيس اجب التهرب الظريب النص منين بش يجيبه نقولك ان نجد الصلح الجزائي بش تجيبه فلوس منين بش تجيبه؟ الناس اللي بيخال سيجي ذرعيب مش من ذرعيب من الديوانة لان النص سمع ديوانة ذرعيب هي في الاخر لا مخالفات رتبت غرامات مخالفات رتبت غرامات انسان تهرب في بورت رادس منحبش انه توحي الكنترا هي في مدنين من بلادي انا وكذا وفي بورت سوسا وفي بورت بنزرت وفي الابراد 90% من التهرب الديواني هو 90% في الابراد مش في القاسلين ولا في بنجردان 10% كانوا هما الخطايا الجمهورية خمسة قيمة البضاع المحجوزة مجلة الديوانة جاء نصا على صلح الجزائي قالهم بقيمة البضاع اذا واحد كان بش يدفع في المحاكم واللي بش يدفع مرة واحدة اذا طالما انه هو يلقى صلح بمرة واحدة بش يمشي للصلح اذا الاموال التي سوف تتت للجنة الصلح هي ملفات ديوانية كانت الناس بش تدفع خمس مرات بش تدفع مرة واحدة وشعتوا 20% من المبالغ هذي لشكون للشركات الالية هذي عملية مايش باهي لتونس بش نشوفوا برشة قضايا في الابتزاز بعدها بش نشوفوا برشة قضايا متاع كل وارد خايبة وانا ننبه توانسة الى ان هذي العملية منش ضدها حيث مبدو الصلح كحزب وكشخص ولكن نتمنى انها تكون على قنطرة صحيحة وبوضوح وقضائية بلجنة قضائية لجنة قضائية كوقوذات ونحملوهم كل مسئولي لجنة قضائية تخوى اكثر وقت لا ليش مش بالضرورة مازال دقيقة اقل من دقيقة بسرعة كبيرة الحديث ممتع معاكم موقفكم من تطبيق المرسوم المرسوم 54 وإيقاف البارح نائب السابق سيدين مخلوف في عشرين ثاني لا انا ضد طبع الإيقافات التي تكونوا من قبل المحكمة العسكرية ورهو عنا مشكلة كبيرة يسرحنا بالمحاكم العسكرية التي تحكموا على مدنيين نواب بيصرف نظر عن شكرا حتم قدرات مرة اخرى نعود نارجل على المرتخل مرتخل بروكورشيد إيقاف سيدين مخلوف إيقاف مهدي زجروبة اولا المحامي المحامي اللي مشافي خدمته كل الموسان ده المهدي زجروبة وتمنيت انا سيف مخلوف ما تقعش محامكمته امام القضاء العسكري شكرا ليك حتم قطران استاذنا ودكتورنا في كلية علوم القانونية شكرا ليك مبروكورشيد رئيس حزب الراعية الوطنية التي لنتو شاركة في الانتخابات جاي في الدور الثاني وما شاركتش في الدور لولاني نتمنى لك إن كنا شاركنا لكن هذا كمسلة أخرى نخليكم معاه الأخبار وبقيد برامج اي افهم تلقاوا نهار السبت جاي في نفس توقيت من نص نهار مدي ساعتين على اي افهم في عندنا أجندة عندنا أجندة اشتركوا في القناة